رجل شجرس احتلم فأبتاه بعض الناس بوجود الهرس اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأعزاء الأكارم حيثما كنتم تتابعوننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقاكم في هذا العدد الجديد من حصتكم هل لا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر ألقاكم دائما في أسئلتكم التي بعثتم بها إلينا عن طريق البريد الإلكتروني وهي كانت من قبل شوية شفت تعطل في الإرسال بعد ما ظهر البريد الإلكتروني يظهر في الشاشة كما راه ظهر الآن وكما ظهر في هل لا سألوا خلال الأسبوع فبدأت الرسائل تترى وبدأت أستقبل مجموعة لا بأس بها من أسئلتكم وأحاول إن شاء الله تعالى قدر المستطاع أن أكون في الموعد حتى لا تتعطل الحصص المفتتح يقول صاحبه أو صاحبته تقول أريد الاستفسار في موضوع زكاة الذهب أنا لم أرتدي حلي لمدة تزيد عن السنة علما أنه حلي زينة وليس اكتناز قمت بوزنه فوجدته 92 غرام هل تخرج الزكاة ذهبا أم نقودا وإذا كانت نقودا هل أبيع منه أم من أي مصدر كيف أحتسب مبلغ الزكاة سيدتي أولا لابد أن أقول لك بأن المعتبر في الحلي في الزكاة من عدمها المعتبر هو النية التي يقتنى بها الذهب إذا اقتنية للزينة أو اقتنية للاكتناز للاكتناز أو العاقبة كما نقوله إحنا بمعنى أن النية هي التي تحدده هل تؤدى الزكاة أم لا واضح من خلال السؤالين المطروحين بأن الزكاة تؤدى في حالة نية الاكتناز العاقبة الشراه للعاقبة شراه للعاقبة تخليه النهار التي تحتاج المال تبيع الذهب وتجيب المال هذه سمول اقتناز وعليه نقول النية إذا كان البداية أصرا لما اقتناها الإنسان وطبعا هذه النية تقدر تتبدأ في الطريق إذا اقتناها الإنسان من أجل الحلي هذا السيدة اقتناته من أجل الحلي للتزين فقط في هذا الحالة ما كانت زكاة هل تستعمله أم لا تستعمله لا يهم بمعنى أننا سنقول بأن المرأة بأن المرأة تطالب لا تطالب عفوا لا تطالب بالزكاة عن الحلي حتى ولو كانت هذه الحلي مخبأة ولم تستعمله ونقول متى نوت المرأة الاكتناز أو الادخار للعاقبة فإنها تلزم بالزكاة عنه حتى ولو كانت تستعمله إذن الاستعمال وعدم الاستعمال ما هوش محدد للزكاة المحدد هو النية النية هذه ابتداء أو إذا تغيرت بمعنى أن المرأة نوت اشترت هذا الذهب وهي تنوي أنه للزينة فقط قل كنا الذهب انتهاي حتى وطيح بي الحالة من بدلوش هذا حلي زينة ولا تطلب بإخراج زكاته هل تستعمله أم لا تستعمله منها مناش حتى ولو كان مخبي طيب شراته شراته للزينة عام عامين ثلاثة ربعة خمسة كان عندها مدخول ومن بعد شفت رحها بيدون مدخول قتلك الآن وقيل أنا ذهب نتاعي أنا ديرو في الحساب إذا كان راهي طاحت بي راني نعود نرجالي ونبيعه هنا صبحت النية دخلت النية على اكتناز والادخار فيصبح يصبح مالا مدخرا وإذا أصبح مالا مدخرا ننظر القيمة نتاعه القيمة نتاعه خمسة وثمانين غرام فما فوق خمسة وثمانين غرام ذهبي فما فوق فيها الزكاة عندك ثلاثة في الأصل هو بإقدار الزكاة ولكن ما دمتي اقتنيته من أجل الزينة فنقول لك ما عندك حتى أنت لست مطالبة بالزكاة وبالله التوفيق تقول سيدا نكمل سؤالها أرجو إخباري بالإجابة لأنني مقبلة على الولادة وأريد تصفية حسابي مع الله إن شاء الله تزيدي بخير سيدتي ربي يحفظك في نفسك ويحفظك في مولودك ويتربى في عزك إن شاء الله هذا سؤال آخر يقول صاحبه قال شكرا لكم مقدما على الوقت الذي ستكرسونه لتنويرنا بالمحكم الجديد للإقراض الجماعي كراود لندينج لمعرفة ما إذا كان حلالا أم حرام هكذا هو الحقيقة قلت شوي قبل من جي الحص على هذا النوع ولكن اللي قلت نوع عام وبالتالي لا أستطيع أن أجيبك الإقراض الجماعي لماذا لأنه ثمت شروط هذه الشروط قد تتغير وقد تتبدل على حسب البلد على حسب الظروف على حسب الأشخاص ولذلك لا يمكن أن يحدد ليحدد الحلال من الحرام في مثل هذه التعملات إلا معرفة العقد الذي تم به بين المقرضي والمقترط لازم وجود العقد أو بنود ولذلك لا أستطيع أن أجيبك ونزيد نرشدك يعني نرشدك ربما إذا كان نبعث مرة أخرى على بنود هذا العقد أو هذا القرض أو الإقراض ويمكن أن يلجأ إلى الهيئات التي ستعلم من ثم في في ما أذكر البلد فلا فلا أستطيع أن أجيبك أكثر من هذا وعذرني هذا سؤال آخر من مواطن يعيش في فرنسا في ليون على تحديدا ويقول نعمل الرسالة أبعثها بالفرنسية نترجمها حبة بحبة كلمة بكلمة يقول أنا أسكن بليون وأعمل بباريس يقول الإثنين اللي يسافر فيه مثلا يقول مثلا نخرج من الدار نخرج من البيت نتعي من ليون نخرج من البيت قبل الأذان تعالفجر قال إذن أنا لا أصلي الفجر أكمل عملي على الساعة السادسة مساء إما أن أذهب إلى الفندق إما أن أذهب إلى الفندق بباريس أو أرجع في نفسي اليوم إلى ليون إما أن أذهب إلى الفندق في حدود السابعة والنصف مساء أو أرجع إلى ليون في حدود التاسعة ليلا وبعد ذلك يقول سواء في الفندق أو بعد رجوعي سأقوم بقضاء الصلوات صلوات اليوم كامل اليوم كيف كيف أؤدي هذه الصلاة بالتقصير أو لا نجاوبك هنا ونزيد كم الأسئلة الإنسان كيكون مسافر أولا لابد نقول من باب النصيحة أن نقول لابد أن نحرص على أداء الصلاة في وقتها هذا الأصل وأن المسلم ينبغي له أن يحفظ أن يحافظ على صلاته في وقتها ولا يصح له أن يؤخرها فقاهاء قالوا علمنا دارونا وقت الصلاة وقت اختيار ووق اضطرار وقت الاختيار ووق الاضطرار وقت الاختيار الذي له أن يصلي في أي وقت يشاء وقت الاضطرار وقت الضرور وقت الضرورة الوقت الاختياري والاضطراري لا يجوز أن يؤدي الصلاة في الوقت الاضطراري إلا إذا اضطر إلى ذلك كانت ثمة ضرورة. أنا أعلم ما ليش أن أقول لك هذا لأنه لازم نقول هذا الكلام ما نقدرش الفوت هذا الكلام بدون ما نقول لك. وأنا أعلم في الواقع ظروفكم وأحوالكم التي قد ينهك فيها الإنسان بالعمل لأنه موش عند نفسه وفيه مراقبة وفيه متابعة وفيه 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 توقيت محدد. ولذلك نقول هذا الكلام وأنا أتلمس الواقع اللي تعيش فيه السيدي ويعيش فيه المواطنين. أنتعنا في المهجر على اختلاف درجات انتحهم والظروف. بعد هذا نقول الصلاة. الصلاة أنت راح تصلي على السبعة ونص راح تصلي واش تصلي؟ تصلي الظهر والعاصر والمغرب والعيشاء المغرب ما فيهاش تقسير الحديث عن الظهري والعاصر والمغرب والعيشاء الظهر والعاصر أنت راح تصليهم بعد المغرب بعد المغرب معناها راح تقضيهم راح تقضيهم أنت توصل على السبعة ونص والليل على التسعة معناها وقت الظهر والعاصر خرج يعني راح الحق عليك المغرب الآن كن روح نصلي رح نقضي الصلاة نقضي الصلاة في الوقت اللي في المغرب قبل المغرب كيفش كنت كنت مسافر ولا كنت في البيت إذا كنت الحقت للبيت بنصف ساعة نصف ساعة مثلا للبيت قبل المغرب وكان عندي وقت باش نصلي ولكن من وصل الوقت للمغرب هنا نقول لك تصليهم أربعة ركعات لماذا؟ لأنه كان عندك وقت أنك تؤديهم وانت حاضر وانت مقيم هذه إذا كان رجعت الليوم طبعا يعني هذه نهضر الكلام إذا كان رجعت الليوم أما إذا كان على التسعة مثلا هذاك تلحق على التاسعة والظهر والعاصر ما زال ما صليتوش وكي الحق وقت المغرب وش كانت الصيفة كنت مازال مسافر إذن فأنت تقضي الظهر والعاصر السفرة قصرا يعني في التقضيها كما كانت واجب عليك كانت واجب عليك قصرا لأنك كنت مسافرا حينها فأتصلي الظهر والعاصر نتاعك ولو تسعة الليل العشرة الحداش الاثناش الوحدة ولو غدوة من ذلك تقضيهم قصرا قصرا صلاة قصر إذا لحقت قبل المغرب قد تؤديهم كاملة لحقت قبل المغرب للدار للدار ليون تصليهم كاملة هذا يلحقت قبل المغرب رح تصليه قبل المغرب إذا رحت الباريس باريس إذا رحت الباريس انتمزت مسافر وبالتالي الظهر والعاصر نتاعك تصليهم قصرا المغرب انتاعك تصليه والعشاء في باريس تصليه قصرا أيضا لأنك ما زلت مسافر أما إذا رجعت على اليوم نقول لك الظهر والعصر ينتهي الوقت انتاعهم بغروب الشمس المغرب والعشاء ينتهي الوقت انتاعهم بطلوع الفجر معنى هذا إذا كان وقت المغرب انتا ما زلت مسافر إذن الظهر والعصر انتهى الوقت انتاعوا وتصليهم قصرا العيشاء يخلاص الوقت تحتها بالفجر انت لحقت على التسعة الفجر ما زال مادم الفجر ما زال نقول لك إذن تصليه كاملا أربعة ركعات مشي قصرا لو كانت خلت مثلا زيدوا نكملوا قلنا يخلاص الوقت انتاعوا بالفجر لو كانت خلت بعد الفجر مثلا خلت لداركم بعد الفجر كيفاش تصلي العيشاء تصليها قصرا لماذا لأنه في الوقت اللي وجبت عليك واستمر الوقت حتى لطلوع الفجر انت كنت مازال مسافر إذن تقضيها قصرا أما وأنك تدخل على الساعة التاسعة فإنك تصلي الظهر تدخل للتسعة اللي تصلي الظهر والعاصر قصرا وتصلي العيشاء انتاعك والعيشاء انتاعك كاملة إذا دخلت الباريز تصلي الظهر والعاصر قصرا والعيشاء أيضا قصرا هل يمكن أن أصلي الفجر قبل دخولي الوقت قبل السادسة والنسب انت عندك الأذان الفجر صلاة الصبح وقتاش يبدأ الوقت انتاحا يبدأ الوقت انتاحا عند الأذان اللي أذن وقت الأذان انتاحا غالبا يعني الناس يتصلي في الأذان يأذن في وقت الصلاة الصبح ما يقدرش يتقدم قبل الوقت انتاعه أي صلاة ندرك نجيك باش نديلك تفصيل إذا خرجت قبل الصبح قبل أذان الصبح لا تستطيع أن تصلي الصبح ولو كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تصليه في الطريق إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ومن الميقات ألا تؤدى الصلاة إلا بعد دخول الوقت وقبل الوقت ليست صلاة هذه واحدة الآن عدنا الظهر قبل الظهر قبل الظهر لا يمكن أن تصلى للظهر ولا العصر قبل المغرب لا يمكن أن تصلى للمغرب ولا العيشاء لكن كي يدخل وقت الظهر يمكن تصلي الظهر وتصلي معها العصر مع أنتاع العصر ما زال ما تدخلش وقته ولكن تقدر تصليه مع الظهر إذا دخل وقت الظهر إذا دخل وقت المغرب العيشة ما زال لكن يمكن أن تصلي وأنت في السفر وفي حالة أخرى تصلي المغرب وتزيد معها العصر تقديما يجوز يجوز ذلك لكن قبل دخول الوقت الصبحي لا يمكن أن يصلى الصبح قبل أذان الظهر لا يمكن أن تصلى صلاة قبل أذان المغربي لا يمكن أن تؤدى صلاة في كل الحالات لا يمكن أن تصلى الصبح قبل وقتها ولا الظهر قبل وقتها ولا المغرب قبل وقتها ويمكن أن يصلى العصر قبل وقته إذا دخل وقت الظهر ويمكن أن تصلى العشاء قبل وقتها إذا دخل وقت المغربي هذه القاعدة القاعدة تتلك الصلاوات الخمس كاملات يقول بعد ذلك المسافة بين ليون و باري في حدود خمسمائة كيلومتر ذهابا وخمسمائة كيلومتر رجوعا لا تتغير المسافة واحدة هنا خمسمائة فوق ثلاثة وثمانين كيلومتر فكلها مسافة قصر وبالتالي لك أن تشرع صلاة القصر أن تصلى الصلاة الربعية أن تقصر الصلاة يقول أخذ تي جيفي القطار السريع الساعتين بين ليون و باريز المسألة ليش مر هنا بالزمن بالمسافة ولو قطعت هذه المسافة افترض أنك قطعت هذه المسافة في نصف ساعة خمسمائة كيلومتر افتراضا خمسمائة كيلومتر تقطعها بالطائرة في نصف ساعة أو أقل أقل من ذلك في نصف ساعة يعني ربما نصف ساعة فحتى العبرة ليش بالمسافة بالزمن إنما العبرة بالمسافة بالكيلومتر لكن ندير ثلاث ساعات بين العمل بين السكن وبين العمل أنا جاوبتك هذاك تفصيل لكنني جاوبتك على كل الأسئلة تعك وبالله اتفق سيد الكريم يقول سؤال آخر وقع خلاف بيني وبين زوجي سيدة وأصبح ينام ويتجه إلى الجهة الأخرى ولا يكلمني فقد هجرني ما حكم ذلك أريد معرفة متى يكون الهجر في المضجع وكيف يكون ومتى تكون الزوجة ناشزا مع العلم أنني لم أفعل شيئا يستأهل كل هذا فهي مدة أكثر من شهرين أصبحت لا أتحمل وقلبي وصدري في ضيق كبير لأننا نحب بعضنا على كل حال هذه أوضاع غير صحيحة والإسلام إن أعطى للرجل الحق في أن يؤذب الزوجة بالهجر إذا نشزت إذا نشزت النشاز هو الخروج النشاز نشزت المرأة وخرجت خرجت فالأرض يعني لما تكون مثلا الأرض مستوية وتخرج حاجة حد تقول نشازت يعني خرجت لما تكون عندك ألوان وحدة ومعض يجي لون واحد يخرج واحد وتقول هذا نشاز هذا اللون نشاز يعني خروج عن المجموعة يستعملها سمعتها عن أصحابها في الألحان يقال في النغامات نغمة نشاز نغمة نشاز عندما تخرج تخرج عن المجموعة الصوتية أو المجموعة النغام وحتى نستعملها الآن تعبير مجاز ينقول خرج لنا بخرج نشاز أو فكان تدخله نشازا يعني خارج عن الموضوع خارج عن الموضوع أو خارج عن الإطار أو خارج عن الزمان أو ماشي مولا في خرج منه نشاز هذا فلان دار دار تصرف مثلا ما وش مليح ونحن نعرفه بلكل تصرفاته مليحة لكن مرة هذه ما فهمناش قلنا تصرفه هذا نشاز نشاز بمعنى غير معتاد غير معتاد خرج عن المألوف خارج عن المألوف هذا هو النشاز أو النشوز النشوز المرأة يسمى في الفيق يسمى النشوز نشوز الزوجة ويستعمل للزوج أيضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ونشوز المرأة ونشوز الرجل غير نشوز المرأة المرأة نشوزها كأن تعصيه وتعصيه ما تخدموش يأمرها بفعل بأمر تتخالف في الأمر نتاعه يأمرها بمثلا بشيء من الأشياء بلا ما ندخل في التفاصيل وهي تخرج عن طوعه وعن إرادته وعن أمره والرجل ينشوز نشوز الرجل عندما لا يؤدي واجبه بعدم النفق أو أنه يستعمل النشوز يستعمل التأديب في غير محله بلا كإنسان مفشش كما يقول إحنا دائم الغضب لا يرضى أبدا يطلب من زوجته تدير أشياء فوق طاقتها لازم نتعلم بأن الرجل كتلة من لحم ودم وأن المرأة أيضا كتلة من لحم ودم وما يحبه الرجل تحبه المرأة أيضا وخير الأمور هو الاتفاق هو الاتفاق وموجود شهرين بمثل هذه الصورة شيء غير طبيعي شيء غير طبيعي وفقاه نا حتى إن فقاه نختلف قالوا كيت طوال المدة هاي طوال توصلت ربع شهور هل هي طالق أم غير طالق يعني بمجرد أنهم ناقشوا هذا على خلاف بينهم هل يثبتوا الطلاق أم لا يثبتوا طبعا نقول بأنه لا يثبت مدى ما طلقش ما طلقش ما أسبقلوش ما تلفظش بالطلاق لكنه وضع غير صحيح من الفقهاء منه يقول أنه لا يجوز أن يجرى فوق ثلاث يعني لماذا لأنه كين فيه حرمة وكين فيه فيه خصائص تعدى الزواج لا بد أن تتحقق لابد أن تكون ولا تكون بالإعراض والإعراض وهذا التأديب يومين ثلاثة ربع أيام إذا من فعش هذا مع نتها كين حاجة واحدة أخرى بلاك أروح نقش الموضوع بلاك يقدر أن peak يكون الرجل غالط لأنه رأي نشوف كثير في كثير من الحالات الرجل قد يتسلط ويستعمل نفوذه يستعمل نفوذه ويستعمل ما أعطاه الشرع من أجل من أجل ضرب البرأة ضربها يعني ما هو الضرب المادي نقصد ضربها يعني باستعمال جميع الوسائل المؤدبة طبعا يعني مراتنا جني إنسان يعني نتكلمها لأنه غير معروف صاحب القصة فقال للشيخ أليس الإسلام قد أمر ننعب شوية بعض الحالات تحمل لذلك سمحت النفسي نقول له هذا الكلام قال لي قدامها يتكلم أليس الشيخ بالإسلام أمر المرأة أن تطيع الرجل ولا تعصيه قلت له نعم الإسلام قال هذا ولكنني أريد أن أسألك قلت له أنت تصلي ولا ما تصليش قل لي لا أصلي قلت له إن الإسلام أيضا أمر الرجل بالصلاة علاش أمر بالصلاة من أخذهاش ومن تبقوهاش في أنفسنا ولما يتعلق الأمر بالعساكي نضرب بها الإسلام يحضر لما يكون ربي قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون يقول المراحل الشرع ربي فإذا هم معرضون وإي يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعينين وإذا عرفوا باللي عندهم الحق ياتوا إليه مذعينين يجوا خاضعين وإحنا سلمنا لأمر الله وإحنا شرع ربي وإحنا ما نخرجش عليه وإحنا ممنين ومسلمين ومكتفين وإي يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعينين أفي قلوبهم مرض ربي يسأل استفام استنكاري أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله مع أنت وحدة من ثلاثة أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ولا رامشكين أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ولا رامشكين ربي ما هوش الحكم تاهم ما هوش صحيح يجور عليهم في حكمهم يحكم لهم بالعدل وحدة من ثلاثة هذا ولذلك الأمر ما هوش سهل ولذلك مليح مليح اللمة والنصيحة وإن خيفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما وآفتنا وآفتنا عدم الحديث من كاش الحديث وكين تحدثوا من سمعوش صم بكم عمي من سمعوش لا يسمعوا إلا إذا تكلمتوا كين تكلم ملكم سمعوني إذا تكلموا لي لا له إذا ننصحكم سمعوا لي إذا ترصحوني لا لا إذا توجهون إذا نوجهكم نعم إذا توجهوني لا لا هذه آفة آفة هذه الآفة هذه الآفة وبالله التوفيق وربي إسركم أختي الكريمة صاحب السؤال يقول الصاحب السؤال هل العادة السحرية اكتبها السحرية ولكن أعتقد بأنه يقصد يقصد العادة المعروفة يعني بحث في الحاء هل تسبب الخوف تسبب الخوف في قلب بماميس نعم صحيح يعني لماذا لأنه ما من أحد إلا ويعلم أنها محرمة أو على الأقل يشك في أنها محرمة وإذا كان كان هذا طبع القلب فإنه يزرع في هذا القلب من الشك ومن اليأس ومن القنوط ومن التردد ومن العذاب الشيء الكثير ولذلك 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 الطاع الأمان والأمن والاستقرار والهدوء والراحة في طاعة الله والابتعاد عن كل ما عصاه يرتاح الإنسان واللي ديرها وهو يخشى أن يطلع عليه يخشى أن يكتشف أمره ويخشى 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 ويتلفت ويخاف ويطلع عليه من كذا هذه كلها مخاوف تقذف في قلب صاحبها والله تعالى من حكمته أنه يقذف في قلب العاصي هذه المخاوف هذه المخاوف تقذف يقول لي خايف هاك يشوف يتلفت ذات اليمين ذات الشمال ساهي لأنه يغلب عليه تغلب عليه هذه المعصية وبالله التفيق ربي عافينا ويعافيكم جميعا إن شاء الله و تعالى يقول صاحب السؤال قمت ببناء الطابق الطابق الأول للمنزل للمنزل العائلي معناها تسكن فيها العائلة قمت هذا ابن موجود في العائلة أب وأم أخاوة أخوة موجود رح يتكلم قمت ببناء الطابق الأول للمنزل العائلي بمالي الخاص أخبر والدي إخوتي باباشد خوتي وباللغم ثلاث إخوة ثلاثة ذكورة وزوج بنات خبرهم جميعا بأن الطابق هو ملك لي لكن دون أن يوثقه عند الموثق تكلم معهم وقالهم هذا الطابق الأول الطابق الطابق الأول الطابق الأول معناه فيه طابق أرضي وفيه الطابق الأول الطابق الأول هذا هو الخوكم هو اللي بناه يقول دون أن يوثق وعند الموثق وافقوا كلهم ومنذ حوالي سنتين قمت بتجهيزه وإكماله نهائيا وللمرة الثانية قام الوالد بتحرير وثيقة لكن عند كاتب عمومي يعني ليس عند موثق يؤكد فيها أن الطابق هو من كل هل ما فعله الوالد يدخل في حرمان الورثة أو ما شابه ذلك لا اختصارا لا لا يدخل لا يدخل في مسمى حرمان الورثة لماذا لأنك أنت أولا أنت الذي بنيت بنيته من عدم وحد ولأن والدك أشهد إخوتك ونتكلم على لسانك بالذي تقول قلت بأنهم وافقوا جميعا وسلموا الأصل نقول لك سيدي بأن هذا البناء اللي رح موجود أنت تسال فيه الطابق تسال فيه طابق ولكن الأرض رحي موجودة الأرض أرض ميراث لكن إذا كان الأرض الطابق الأرض رحي موجود لهم والطابق العلوي رحي لك أنت اللي بنيته وانت اللي جهزته وانت اللي كملته كامل والوالد يستأذن إخوتك وكلهم سلموا لك وقالوا لا احنا معترفين باللي تاعوا باب أخلاص صديم كاش مشكلة احنا كامرانا موافقين فإن يقول هل ما فعله الوالد يدخل في حرمان الورثة لا لا يدخل في حرمان الورثة بالنسبة لي هل هذا يعتبر أكل حق الورثة لا لا يعتبر أكل حق الورثة لماذا لأن الوالد سلمك هذا وهو حي ما هيش وصية قال بعد من موت الطابق يصبح الخوكم لا في الحياة وهب في الحياة وهب الوالد لولده وفي الحياة لما وهب الوالد للولد بناء على أن الذي بنى إنما هو الولد وبناء على أن الإخوة والأخوات جميعا قد أمضوا ما قال الوالد من أن هذا الذي بناه أخوكم بعرق جبينه وماله هو له ووفق الإخوة جميعا إذن فأنت هذا هذا الطابق حل لك لا شبهة فيه هل أستطيع شراء الطابق السفلي من عند الإخوة فيما بعد بالتقصيد إذا رضوا بذلك إذا رضوا بذلك هم حبين يبيعوا حبين يبيعوا وطبعا حق الشفعة حبين يبيعوا قلت لهم إذا حبي تتبيعوا أنا نشري والله يربح بالعكس يعني اطلبت انتا قلت لهم أنا ما عندي المبلغ كامل عندي جزء منه فقط والباقي نعطيه لكم بالتقصيد ووافق الإخوة والأخوات فربي الله يربح البيع جائز والتقصيد جائز وكل شيء تمام وبالله التوفيق للعلم أنا لا أستطيع توفير المبلغ كاملا ولا أريد اللجوء إلى البنوك الربوية وجزاكم الله خيرا رأني جاوبتك وبالله التوفيق سيدي وربي بارك لك في مالك وفي رزقك إن شاء الله تعالى إذا ننظن هذه كملتها سمير من الجلفة مرة أذكر الإسم إذا كان السؤال عادي سمير من الجلفة يقول ما هي نواقد الوضوء وهل التحدث مع خطيبة ينقذ الوضوء مع العلم كلامي محترم دون تجاوز جدار الحياة نواقد الوضوء أخي سمير فقهاء المالكية يقول نواقد الوضوء ثلاثة أحداث وأسباب وغيرهما حدث سبب وشيء آخر لا هو حدث ولا هو سبب الأصل في نواقد الوضوء هو الحدث وهناك أسباب تفضي إلى الحدث تفضي إلى الحدث ما ظنت حدوث الحدث وهناك أشياء أخرى ليست سببا وليست ليست حدثا وليست سببا في الحدث الأحداث الأحداث أو الحدث كل خارج من الم كل خارج على سبيل الاعتياد الخارج المعتاد من المخرجين والمخرجان المخرجان القبل والدبر أجل الله أقداركم فكل ما خرج منهما من العورتين فكل ما خرج منهما من المرأة ومن الرجل يعني طبعا فيه طبعا فيه تفصيل الآن عندنا الخارج البول سبحوني مع رب يعلم قامكم وأجل الله أقداركم البول ولكن هذه حلقة علم لا بد أن نأتي على كل شيء بتفصيله البول والغائط والريح هذه الأمور المعروفة المعتدى البول والغائط والريح وعندنا سوائل أخرى سوائل المعروفة المني في بعض الحالات طبعا لأنه يجب الوضوء لكنه قد يجب الوضوء الأصغر إذا لم ينزل إذا كان عن سلس أو يعني شيء من مش من تخلش في التفاصيل والخارج أيضا من مدين ومن ودين وبين استحاضة بالنسبة للمرأة ومن الماء الهادي بالنسبة للمرأة الماء الرقيق الذي يخرج كل هذا يعتبر من النواقذ ولكن الأصل فيها كامل البول والغائط والريح والمذي والهادي والهادي وبعض الحالات الأخرى التي تكلمت عنها الأسباب هذه أحداث هذه أسباب هناك أسباب هذه أحداث هناك أسباب أسباب تؤدي إلى الحدث الحدث انتقاد الوضوء هذه الأسباب هذه الأسباب الإغماء وحد تغيش طاح فقد الوعي فقد الوعي لما يفقد الوعي هل انتقد الوضوء لما انتقد الوضوء يعني أغلب الظن أنه ينتقد الوضوء ما ظن تنتقد الوضوء ليفطن بعد الإغماء هل يقول للوضوء انتعك مازال راح لك ولا ما يعرف وبالتالي قول له إذن هذا سبب من الأسباب التي تبطل الوضوء ناقض للوضوء لأنه سبب سبب يعتبر مظنة انتقاد الوضوء الإغماء ويدخل معاه لما الإنسان يدخل في عملية يدخل في التخدير يخضروه كامل يخضروه ما يعدش جايب بالوقت في عملية جراحية يعتبر هذا التخدير ويعتبر أيضا رافعا للحدث عفوا يعتبر سببا للحدث رافع للوضوء سببا من أسباب الحدث الإغماء السكر الجنون فقد الوعي النوم الثقيل النوم الثقيل غفاء هو غفاء فطن هذا لا يعتبر نوما ثقيل غير ناقذ الوضوء الإنسان يكون مثلا هكذا ناقذ يجي يطيح يفطن مجرد الفطن أنت عوم عندها النوم التعبير على أن النوم خفيف لكن لو أنه نوم بمثال الصورة وطاح خلاص صراح أو طاح الأرض فالنوم هذا أصبح ثقيلا ثقيلا وبالتالي ينقذ الوضوء لأنه أثناء النوم لا يعرف ماذا حدث له وأيضا من نواقذ الموضوع اللمس إذا قصد اللذة وإذا وجدها مع اللمس إذا قصد اللذة أو وجدها هذا سبب من الأسباب وأيضا من الأسباب مس الذكر بالنسبة للرجل طبعا إذا كان المس مباشر مباشر بباطن اليد أو به الأصابع هذه أسباب تؤدي إلى انتقاد الوضوء وهناك غيرهما يعني ما هي ما هي لا سبب لا هي لا حدث الردة يرتد الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى الشك في الحدث مثلا الشك هو مع لابلوش توضى ولا ما توضىش مع لابلوش خرج له خرج له الريح ولا ما خرج له شي الريح دخل المرحاض ولا ما دخلش المرحاض ما وش عارف توضيت توضيت قبل ما دخلت المرحاض نعم دخلت الحمام قبل هذه قبل هذا وراه لأسبق والله من يعرف الشك في الحدث ناقض للحدث وبالله التوفيق سيدي الكريم وبالتالي إذا كان هذا الكلام خال من أي شيء ولم يحدث معه شيء فهو ليس بناقض للوضوء كما أسلفت لك هذا بالنسبة لسؤال أخ السمير يقول سؤال آخر ما هو الطلاق البدعي الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يقع في حيض أو في نفاس أو في طهر مسها فيه وقعت المعاشرة الزوجية ثلاثة حيض نفاس طهر وقع فيه الاتصال المعاشرة الزوجية بينهما ما معناه الطلاق البدعي يحرم يحرم أن يطلق الرجل امرأته طلاقا بدعيا ولو كان جاء الناس يعرف هذا الحكم هذا الحكم فقط لو الله العظيم لو أن الناس يدركون هذا الحكم ويفقهونه سمحوا لانطول فيه شوية لو أن الناس يدركون هذا الحكم ويفقهونه صدقوني أن نسبة الطلاق ستنزل نسبة معتبرة جدا لماذا حال المرأة حال المرأة مع الرجل مع زوجها واحدة من ثلاث اما رهي نفساء نتكلم في الحالة العادية ماهيش حامل ماهيش حامل وحدة من من اثنين اما انها في حيض واما انها في طهر ماهيش ثلاثة صح اما انها في حيض او انها في طهر هل يتوقع بين الازواج ان تكون المرأة ان تطهر المرأة بعد حيضها بعد حيضتها هل يتوقع ان المرأة تطهر ولا تقع المعاشرة الزوجية نادرا ما تكون هذه الصورة بمعنى اننا سنصير امام حالتين اثنتين اما انها في دورتها واما انها في طهر مسها فيه وقع على اتصال اذا كانت في حيضت في دورتها لا يحل له ان يطلقها واذا كانت في طهر مسها فيه لا يحل له ان يطلقها هل يمكن ان تكون المرأة في طهر لم يمسسها فيه حالة نادرة قليلة جدا جدا قليلة جدا معروفة معروفة عند الازواج وبالتالي حبيت نقول بان الطلاق حينئذ سيصبح تفكيرا وليس نزوة وليس طيشا وليس عصا غالظة يضرب بها الرجل المرأة يجي يطلق اه حبس رهي في دورتها اه حرام علي باش نطلق ايجي طلق اه رهي طاهر ولكن وقع اتصال بيني وبينها اذا لا استطيع ان اطلق متى اطلق اذا كانت في دورتها يستنى حتى تكمل الدور انتحها باش يقدر يطلق من اذا الوقت تفوت ثلثية اربعية خمسية سبعية عشرية يكون يحصر ايها النبي في هذا الحال اطلقوهن وان وقع الطلاق لكن حبيت نقول باللي الطلاق يقع مع ارتكاب الحرام الحرام ان يبتعد عن هذا وانباش يبتعد عن هذا التفكير حب بس قبل ما يجي تلفظ بالطلاق سنة انفكر قبل يشار الي بان وقت الحصة وصل الى نهاية الى ان القاكم في عدد جديد استفدعكم الله الذي لا تطيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة